أعربت دولة الكويت عن إذانتها واستنكارها الشديدين لحدث التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين تؤكد أهمية مضاعفة الجهود الدولية للتصدي لها مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقة مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات لتعزيز أمنها واستقرارها وحماية شعبها الشقيق والمقيمين على أرضها سجلت ثلاثة ضباط في الجيش الكويتي رقماً جديداً في موسوعة جينس العالمية بعد قفزهم وهم يحملون عالم الكويت كأكبر عالم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات على مستوى العالم وقال أحد الضباط الثلاثة الرائد ناصر فواز الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا يوم الجمعة بعد تنفيذ القفزة أن الفريق نفذ القفزة العالمية من ارتفاع 13 ألف قدم وهم يحملون عالم الكويت بمساحة قدرها 63 متراً مربعاً مبيناً أن طول العالم يبلغ 13.7 متراً وعرضه 4.6 متر وأضف أن الفريق الكويتية الذي يضم أيضاً المقدم الركن فهد العقوب والمقدم بحر مهندس سالم الميل نفذ القفزة في سكاي دايف قطر في قطر مشيراً إلا أنه تم اعتماد هذا الإنجاز العالمي من قبل محاكمين من موسوعة جينس العالمية وأوضح الصباح أن ممثلين عن موسوعة جينس العالمية سيقومون بتكريم الفريق الكويتي في احتفال خاص سيقام بعد غد الأحد في الكويت وتسليم الضباط المشاركين شهدت تسجيل الرقم العالمي بعد نفي متحدث باسم الجيش الأمريكي من زعم النظام السوري بدخول قواته إلى مدينة منبج الجمعة أكدت مصادر محلية من داخل مدينة منبج بدورها مساء الجمعة عدم دخول وحدات من جيش النظام السوري إلى المدينة مشيرة إلى أن أعلام النظام نظام الأسد لم ترفع في المدينة أبداً وكشفت المصادر عن عدم وجود أي عنصر لجيش الأسد داخل مدينة منبج يستعد متظاهر سترات الصفر لاحتجاجات جديدة ليلة رأس السنة في العاصمة باريس التي تستقبل هذه المناسبة بتعزيزات أمنية مشددة وقال بيان للسترات الصفر على صفحتهم في فيسبوك أنهم يعتزمون القيام بتحرك غير عنيف في هذه المناسبة معتبرين أن العام الجديد سيكون غنياً بالتغيرات والانتصارات على حد تعبيرهم من جانبها أعلنت الشرطة الفرنسية الجمعة أن الإجراءات الأمنية ستعزز بشكل كبير في باريس ليلة رأس السنة خصوصاً في منطقة شانزليزي السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في تلك المناسبة اشتركوا في القناة